السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوازي مع البطولة اللي احنا بنلعب فيها أبو ظبي جروب A اللي هي تحت 2300 فيه كمان تحت 2000 اسمها جونيورز وفيه كمان فرع الأسدزة أبو ظبي ماسترز يلعب في أبو ظبي ماسترز دكتور باسم أمين بطل مصر وأفريقيا وأيضا الأستاذ سالم عبد الرحمن بطل الإمارات وأسيا في الجولة الأولى كل واحد لعب مباراة وتعادل كل واحد دلوقتي مع نص نقطة في الجولة التانية ودي اللي ها ورين لك مبارياتها دلوقتي هارض عليك في البداية مباراة دكتور باسم أمين بعدين نتابع شيء لا يحدث كل يوم مباراة سالم عبد الرحمن أسطورية وخيالية والكلام بتاعي يبدو هو ضحى تضحيات فظيعة وكسب بشكل ألماعي شيء غير متوقع تماما سترى فلايك لزيز اشترك في القناة إذا أردت أن تدعم هذا المحتوى ويلا بنا دكتور باسم أمين يلعب بالقطع السوداء كما ترى ولعب خلينا نجيب المباراة من ناحية دكتور باسم إيه رأيك علشان ماتتهش دكتور باسم دايماً اللي أنا بتكلم عنه هو اللي تحت دكتور باسم يلاعب رجاء كارثيك في دي ماستر بيدأ مالك بيدأ مالك لو تلاحظ من وقت دكتور باسم أنه جه عشر دقايق تقريباً متأخر حصان حصان متوقعاً الريو لوبيز أو الإيطالي ولكنه وجد نايت سي ثري يفكر قليلاً وقبل أن يذهب إلى تفريع الأربع تحصنة لا هو اختار دي سيكس أخذ أربع دقايق واختار دي سيكس الآن دي فور ضرب الوسط سريعاً بيشيب جي فور دكتور باسم أمين اختار اللاين ده بعد تفكير أربع دقايق بس خلي بالك كمان شوية ستكتشف أن دكتور باسم يلعب دون تحضير يلعب هذا الشكل بالحسابات والذاكرة أنت بتقول كده ليه عم؟ لأن دي فايف تلعبت هنا ودكتور باسم حرق عشر دقايق ولعب نايت دي فور ده معناه أن ده شكل دكتور باسم مش محضره أو يمكن حضره زمان وبيسترجع حساباته بالذاكرة بعد بيشيب اي ثري مهدداً أن يكسب بيدقاً كاملاً أكل أكل ثم سحب الفيل على الدي سيفن لأن سحبة الفيل هنا كأنها بتبص كأنه بيبص الحيطة هنا منطقي وكمان بيحضر لأي سيكس بي فايف وياخد مساحة أو حتى سي سيكس يضرب الوسط اي فور نقلة لذيذة جداً ونوفلتي من مستر رجاء يوقف أفكار دكتور باسم ولكن دكتور باسم اي سيكس والآن اي فايف وكأنه أخذ مساحة قوية وربما يلعب روك اي ثري روك بي ثري ويضغط على هذا البيدق هذا الجنح لم ينتشر بعد دكتور باسم يعلم أن هذا الفيل سيء فيلعب جي سيكس نفسه يلعب بيشيب اي تشيكس ويكسب الفيل السيء مع الفيل الجيد كوين دي تو مفيش الكلام ده كوين اي تشي فور فيه الكلام ده بقولك هو في ايه روك اي ثري اي لاف ذا موف روك اي ثري هي النقلة الاولى على الانجين وغريبة هو عايز ايه عاوز يعمل كده وينزل ياكل البيدق لو حميت البيدق بهذا الشكل هيبقى في فيل في بيدق لو حميت البيدق بهذا الشكل اذا الرخ دي ما هيش لعبة بيشيب اي تشيكس جاءت الان والان لابد للابيض انه كان يكمل فكرته انا معرفش هو ملعبش دي ليه لو ديت لعبة زي ما قلتلك في فيل في بيدق هنا ولو سحب الفيل الى الوراء الرخ مش لعبة ولو بيت طويل نايت دي وان مدبوعة بكوين بي فور قاتلة فوق ثلاثة للابيض سواء ما كابلش فكرته هو لاب نايت دي وان دلوقتي ودكتور باسم في اللحظة المناسبة اف فايف احتمال يحبس الفيل فصاحبنا قاله لا والله بس خلي بالك كمان من مستر رجاء الفيدي ماستر بتقييم 2388 غتصله بتاع 10 دقايق على ما انا فاكر وجاء سمع النقلات اللي هو يعني ذاكرها او حضرها في الحزبات في الحزبية بتاعته بيدق في بيدق بيدق في بيدق اكل 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 ثم لعبة بعد 3 دقايق اففور اففور نقلة ممتازة يتخلص من البيادئ الركبة جدير بالذكر انك ان فعلت ذلك انا هروح هنا وحاول ارجع بيدقي وهيتبقى بيدق ضعيف لو دفعت البيدق دي سيئة دي نقلة مش حلوة ليه عم نوفل علشان الحصان سيأتي الى هنا ضاغطا على هذا البيدق وهذا الفيل سيأتي الى هنا يضغط على هذا البيدق كمان بقدر اجوز على العمود المفتوح دون ان يضايقني احد دكتور باسم لا بست موف بيد طويل والان بيدق في بيدق بيدق في بيدق سي فور اوكي الروح جات على العمود انا كمان جيت على العمود امشي من على العمود حاضر والان بيشيب دي سيئة البيدق افل السيكة في ويشه فكرة جيدة انه يحط البيشيب لكنه يحط الحصان وبدأ الملك يقترب لدعم هذه المساحة ايج سيكس ليه علشان نفسه يحرك الحصان هنا دون ان يفقد البيدق ولكن صاحبنا خلص بسرعة وان ضاغط على البيدق دفع البيدق ضغطنا على البيدق مرة اخرى الان روك جي تو نتيش البيدق مقابل هذا البيدق دكتور باسم امين عمل بيدق سالك نايت سي فايف خلي بالك في تهديد مات في واحد اكل بكش اولا كينج سي ثري والان كينج بي ايت عشان لو الكش جات قدر استخبه وماخدش مات روخ ادت كش الملك ميشي والان الروخ طلبت الفيل ومن ورائه البيدق لمراقبته دكتور باسم كان المفروض في هذا الشكل يلعب بيشيب جي فور حماية البيدق ولدفع البيدق وبعدين يمشي كده مثلا ويدفع البيدق مرة اخرى ثم يدعم مربع الترقية ويدفع البيدق ولكنه اعطى هذه الكشة وهنا فيه تحليلات عميقة وكتيرة جدا فيدي ماستر رجاء معا دقيقة وخمس ثواني وبدلا من ان يلعب النقلة الصحيحة كينج دي فور والان لو انا عايز ارجع لنفس اللاين بتاع بيشيب هنا وامشي وادفع البيدق الملك في مكان مناسب جدا لدعم هذا البيدق ازا جادع هقولك روك اف سيفن الان هات البيدق كينج بي ايت حميت البيدق بي فور تلعب الان روك اف وان لإعطاء بعض الكشات والان نايت ها هنا في منتهى القوة عاوز البيدق اذا اكلت باكل البيدق ده خطر جدا والان هترائب البيدق بس الملك بيقترب لو اديتني كيشي هفضل امشي ادي لك كيش واستخبه واكل البيدق وارجع تاني واستخبه واجي امنعك من الدفع البيدقية اكل وارجع تاني وماكسب هذا ماكسب مافيهوش كلام لكن كينج دي تو التي لعبت في المباراة لا يمكنها تحقيق الذي رأيته من شوية ليه؟ لو مثلا بيشيب جي فور لعبت بنفس التفريع بيشيب جي فور لو هنا لعبت روك اف سفن بنفس الفكرة اللي فاتت كينج بي ايت بي فور كيش ماشي همشي ورايح كده بس انت هنا خسرت وقت كبير روك اف وان كينج دي فور والان كيش تمشي كيش تمشي بدفع البيدق والوضع هنا مختلف تماما لو نايت اي ثري لعبت اف تو بتكسب اساسا فهتضطر بدل ما تخش الدخلة دي ترجع تاني مكانك وهفضل تديلك كاشات او لعب اف ثري وهذا الشكل التعادلي طيب نعود للمباراة نايت دي ثري لعبت بفكرة الضغط على البيدق واسقاط البيدق وقد سقط البيدق واتفق بعد نقلات بسيطة جدا على ان يتعادله وقد تعادله في هذا الشكل دكتور باسم معاه واحد من اتنين اتعادل موتشين تعالوا نشوف مباراة سالم عبد الرحمن يلعب بالقطع البيضاء ويلاعب جاني كوشال هندي بتقييم 2106 بدأ وزير بدأ وزير سي فور اي سيكس كوينز جامب الديكلاين نايت سي ثري نايت اف سيكس تفريع التكسير بيشب جي فايف سي سيكس اي ثري سؤال لي هذا الفيل هفضل ربطك هكسر الربطة بيشب دي ثري تبيت والحصان يأتي من هنا ولنا هنا وقفة خطط الابيض خططين اساسيتين F3 E4 E5 سهل تتشرح اسهل تتشرح من انها تتطبق وتتنفس تنفذها صعب جدا وخصوصا لو الاسود بيعرف دايما يقابل الدفعة دي قبل ما تيجي بسي فايف في الوقت المناسب يفرتكلك الوسط الخطة الاخرى للابيض انه يلعب QC2 يسيطر على E4 وروق بي 1 يدفع البيادق دي ويعمل الاضعاف على C6 او ما يعرف بالكارلز بادستراكشر روق E8 تبيت NBD7 والان اللي انا عرفه QC2 NH5 كسر حط الرخ امنعني ألعب A3 وادفع البيدق هل تعلم ان هذا الشكل على الداتابيز نسبة التعادل بتاعته 96% 4% بس ما اكسب ابيض لكن مستر سالم عبد الرحمن يلعب هنا باستموف على الانجين A4 وما زال في تحضيره معاه ساعة 31 دقيقة NH5 انا عايز اكسب لا مانع والان اكمل لأكل اكمل المساحة على هذا الجناح مانعا افكار NB6 كمان ممكن يحضر لهذه الفكرة ولكن بفكرة ان انا حط حصان جامد هنا طيب هل هذه النقلة منطقية ايه ده ايه الكلام ده يعني انا مش قادر افهم الحصان ده جاي اعمل ايه انا خايف بصراحة ده يتحبس خايف اعمل كده كده ما يقلوش مكان مستر كوشال جاني او جاني كوشال يرد علي ويقول هو انا غشيم هو انا يعني في الطراوة للدرجة دي انا راجل 2100 كان ممكن جدا اشترك في البطولة بتاعت تحت 2300 بس انا عارف ان انا جامد فروحت شاركت في الاسدزة مع 2600 وال2700 مايش H4 H5 يا سلام الان لابد ان تعلم يا عزيزي ان H4 لمنع D بلندر عشان 9G4 خلي بالك المطش ممكن يقلب في لحظة هنا مستر سالم كان المفروض ياخد قرار في منتهى العنف يبدأ ب E4 مباشرة A very strong break مستغلا وضع الاحصنة اللي مش في المكان الطبيعي وان الفيل لسه ما خرجش والرخين ما اتصلوش ببعض ويفتح الوضع الان الا انه لعب F3 لعب F3 بعد دقيقة او ربع تقريبا يعني مداش الوقت الوضع ده وقت كافي وF3 نقلة ممتازة بالخبرة ممكن يلعبها وهي النقلة رقم 2 على الانجن الا ان صاحبنا لعب دلوقتي H4 والتي هي نقلة قوية ولكنها ما كانتش هتبقى شغالة لو لعبت E4 مباشرة هيبقى H4 انا عندي دلوقتي بيدق في بيدق بتنبع الوزير وكان الوضع يبقى افضل قليلا الابيض المهم F3 اللي عبت H4 الان الحصان يعود ايه ده مش يرجع هنا عشان يحمي بيدق يحمي بيدق مين لا الصح يرجع هنا في علامة تعجب ليه لانه عاوز يعود ليراقب هذه الدفع البيدقية ان حدثت وليدعم E4 والان عندما علمه جاني كوشال ان E4 قادمة لمحالة ده واحدة C5 في الوقت المناسب بيدق في بيدق اكل ويبدو وكأن هذا البيدق معزول ولكن هذا البيدق لا يمكن دفعه بسهولة نايت بي 5 جاءت الان محاولات لايقاف الدفع البيدقية ووضع قطعة امام البيدق المعزول عمل بلوك اعاقة نايت E6 انسى ما تجي مانتش جاي تحط الحاجات ماشي نايت F2 امشي هات الوزير حاضر والان الحصان يصل فرصة جان كوشال انه يعمل بيدق معزول اخر للابيض والشكل يبقى بيدق معزول قصاد بيدق معزول ونكمل المباراة ولكنه لعب بيلاندار نايت D7 ليه بيلاندار لان الفيل ده مدفون بعد ما ياكل ياكل E4 لا يمكن ان تأكل لانك ستخسر الرخ مش عارف عدي ولا فك الدنيا القطع فيها عدم تناسق بشع ف E4 دي كانت نقلة عظيمة من مستر سالم عبد الرحمن واخذ تفوق نايت E5 بيشب F1 ما زال البيدق ما بيتاخدش علشان الربطة والان هذه الدفعة البيدقية قادمة حتى لو انت فكيت كده يعني برضو في ربطة اخرى كارثة هل ممكن يمشي هنا طيب Qe3 هاتك يا ضغط أوك نايت F بيشب F1 Qf6 والان بيتا في بيتا مستر سالم عبد الرحمن ينتش بيتا كامل بلا تعويض الفيل يخرج اخيرا والان روك C3 Nd7 الرخ جوازت روك AD8 H3 Qd6 يقال انها مش كويسة والاحسن كنت تلعب Qe5 في فرق فرق كبير تعالا ما اقولك الفرق لو لعبت Qe5 وأنا لعبت روك C4 عاوز البيدأ فانت لعبت الحصان انت كمان عاوز البيدأ فانا خدت البيدأ وانت اكلت وانا مشيت عايز ادي لك مات الان بقفل السكة بتاعة المات والوزير الان 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 نايت اخد البيدأ الان تأكل بالوزير اسيبك وامشي الان اغلق الطريق ارجع اولا ما عندكش وزير في بيدأ هنا اطلقا الروخ دي في مكانها مش واقفة مكان الوزير وهذا تهديد فلو نايت جي سيبن نعبت الان طبعا لو رجعت هرجع انا كمان ولكن جي فور بتكسب قطعة كاملة وتستمر المباراة بس البيض بيكسب خلاص ولذلك كوين جي سيكس لم تكن الافضل ولكن مستر سالم بدها واحدة روك سي سيبن على اي حال وبعد الحصان اكل اصاد اكل وبعدين راح اخد بيدك كمان نايت بيفور هات الروخ تلعب ايه في هذا الشكل بال ابيض من وسط كل النقلات يختار مستر سالم النقل الاولى على الانجين اللي تبدو وكأنها تترك كل شيء ويذهب بالوزير على H6 طب والرخ ده انا ماقدرش اكل الرخ متعلقة لا اقدر اكل هنا بكش طب ماشي كده قطعتين كش اكل الوزير اكل كش عد القطع كده لسود معاه قطعة كاملة زيادة ولكن استطاع ان يجعل الشكل ماكسب رخ وزير بس فيه ثلاث بياد زيادة هذا الشكل ماكسب لا محالة سالم عبد الرحمن معه تسع دقائق جاني كوشال مع ثمانية ثمانية وثلاثين ثمية يلعب كينج سيفور كيش ميشي كيش ميشي كيش ميشي والان ماذا تلعب لو كنت مكان سالم عبد الرحمن النقل العملية الوحيدة التي تجعلك تحافظ على التفوق في هذا الشكل هي وقف فيديو فكر شوية ايش فور ايه الفكرة مكان استخب في بالملك وهذا البيدق في مكانه وبالتالي هنا مفيش كشات وخلي بالك في اي لحظة تعمل حاجة مندي في كيش واخد الرخ التانية فالان لو دفعت البيدق بدي لك كيش تاكل البيدق واكل البيدق او حتى لو الكش دي جت بهرب ولو الكش دي جت بستخب لا مش باكل والله يطلع هنا الاكل كمان كويس بس اللي استخب بايا كمان كويسة لكن الاكل ده كويس والبيدق ده هنا مش هنا خلي بالك لان دلوقتي بعد الكش انا بقدر اهرب واستخب لو البيدق في اله انا مش عارف استخب حتى لو انت عايز تديني مات انا بديلك كيش وافتح نفس عشان امنع المات وانت وانت حتى اخدت البيدق ادي لك كيش وكيش واكل هنا وتاكل اكل ورأي وما لإيه اللي حصل في الماتش اللي حصل في الماتش ان كينج جي ثري لعبت والان الكيش طيب ماذا لو مكلتش البيدق مشيت هنا مثلا مش هاكل البيدق الان رجي يتوب كيش اونلي موف تمشي كده عشان ما تاخدش مات طيب ماشي انا مشيت وبعدين كيش لو طلعت كده بتخسر اوكي اوكي طيب انا همشي هنا خلاص كيش كيش لا مش دي كيش تاني بدي ياكل كيش اوكي الكيشات دايما بدي علشان دي اللي قطع الملك انه يعدي او يتنصط فكيش كيش 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 طب استخبأ استلمك من الجنب التاني تمشي استلمك من هنا تمشي استلمك تمشي اجيلك من هنا تكد متات الوضع مرعب ولذلك مستر سالم عبد الرحمن بعد الكيش اكل ولم يستطع ولم يستطع ان يهرب من الكشات لف حوالين بعض حبة وبعدين بدأ يقترب وكيش كسب الوزير بس لو انت خدت الوزير تخسر لبيض يكسب هنا ازاي الجدع ناكل عايزة ارقي اجي كده تدفع اكل والحقتك يا عم الحقت مين في بدأين لسه بيكسبوا وبالتالي بعد الكيش ما خدش الوزير اداله كشات برضو وهنا لان عطل هنا لان عطل حط الملك في وش البيض بقى معاش ويت وقت يلحق لكن للأسف لازم يرقح صام والان هيلم البيادئ كلها ويتفق على التعادل لان هذا الشكل تعادل مباراة غريبة عجيبة قد انت ممكن تضحن نفسك في افتتاح وميد الجيم وتيجي هنا في اندي جيم ما تلاقيش فكرة المكسب هنا فكرة المكسب كانت صعبة اتش فور عشان اقدر استخبى هنا انا في كش واخد البيض اساسا عادي وبعدين يبقى استخبى هنا وكأن البدائين دول عاملين شلتر عاملين زي ايه مظلة للملك يبتعد عن الكشات في اللحظة المناسبة وكمل مشروعي بالبيادئ سمانا اكونوا بسطوا واستمتعتوا بهذه الحلقة النهاردة بطولة البلدز ان شاء الله يعني افتكر بعض المباريات ونعرضها في المساء اشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة